اشتركوا في القناة ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريماً كثيراً أما بعد فمن فضل الله عز وجل علينا أن جعلنا ممن يجتمع على تلاوة آيات من كتاب الله يتعلم ما فيها من المعاني والأسرار والحكم ليكون ذلك من أسباب رضا رب العزة والجلال عنه وليكون من أسباب نيل الإنسان للعلم ومن فضل الله جل وعلا علينا أن جعلنا في سنوات ماضية نبتدي بتفسير كتاب الله جل وعلا حتى وصلنا إلى سورة الإسراء وسورة الإسراء سورة عظيمة وهي من السور المكية التي تحدثت عن شيء من أحوال أهل الإسلام حال ضعفهم لما كانوا في مكة قبل الهجرة وهذه السورة تتحدث عن ثلاثة أشياء رئيسة كلها تتعلق بعلاقة أهل الإسلام بغيرهم فأول هذه الأمور ما يكون من الكفار من تكذيب بآيات الله وبما جاء به أنبياؤه عليهم السلام ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بموقفهم من الإسراء والمعراج حيث كذبوا بذلك تكذيبا لا مثنوية فيه وثانيها ما يتعرض له أهل الإسلام من محاولات لصدهم عن دين الله بالترغيب والترهيب ليتركوا استجابتهم لما جاء عن الله عز وجل وأما الأمر الثالث فهو ما يلقيه هؤلاء المشركون على أهل الإسلام من اقتراحات وسؤالات يزعمون أنهم لن يستجيبوا لدعوة الحق إلا إذا تحقق لهم مطلوبهم فأول هذه الأمور ما يتعلق بتكذيب ما جاء في دين الإسلام يتمثل هذا في حادثة الإسراء ويتمثل فيما ذكره الله جل وعلا من الوعود لما يحصل من الأخبار فيما مضى أو فيما يأتي ولعلنا نبتدي بقراءة آيات من هذه السورة العظيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة العظيمة بتنزيه نفسه فقال سبحان بمعنى أنه تنزه جل وعلا عما لا يليق به ومما لا يليق بالله أن يظن أنه يترك البشر هملا لا يرسل إليهم رسلا يرشدونهم إلى دين الله وإلى ما يصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة ومن تنزيه الله أن ننزهه في أخباره فهو الصادق في خبره وفي وعده ولهذا فإنما يخبر الله عز وجل به واقع لا محالة وصدق لا ريب فيه وفيه إشارة إلى قدرة الله عز وجل على صنع الأشياء العجيبة ووضعها فحادثة الإسراء حادثة عظيمة في أذهان أهل الزمان الأول فإنهم كانوا يستغربون من أن يتمكن الإنسان من قطع المسافات الكثيرة في الأوقات القليلة اليسيرة ولذا ظنوا بأن الله جل وعلا لا يقدر عليه على ذلك فنزه الله نفسه من الظنون الكاذبة التي تظن به فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والإسراء المشي في الليل والسفر في ذلك وقال سبحان الذي أسرى بعبده لأن حادثة الإسراء وهي الحادثة العظيمة وقعت بليل فكان ذلك من العجائب ولئن كان أهل الزمان الأول يتعجبون من مثل ذلك لعدم الإمكانات التي تكون عندهم فإن أهل هذا الزمان قرب على أذهانهم أن يتصوروا مثل هذه الواقعة فيكون هذا من أسباب اقتناع الناس بهذا الدين وطاعتهم له واستجابتهم له ثم قال أسرى بعبده فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بمقام العبودية وهو مقام عظيم لأنه صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا ولذا كان من أوصاف الله لنبيه الكريم أن يصفه بالعبودية في المقامات العظيمة ومن ذلك مقام الإسراء كما في هذه الآية ومن ذلك مقام تنزيل الوحي عليه فإن نزول الوحي عليه من تشريف مقامه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا في مقام نصرته وتأييد الله له كما قال تعالى أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ثم قال أسرى بعبده ليلة وذلك أن الإسراء وقع في الليل وقد تضمن الليل حادثة الإسراء فقال من المسجد الحرام فهذا المسجد الذي أنتم فيه هو أجل المساجد وأعظمها وأكثرها لحصول أجر من صلى فيه ولذا ذكر في هذا المقام وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانه فقال طائفة بأن كلمة المسجد الحرام تطلق على جميع حدود الحرام فكلها يصدق عليها هذا الإسم ويستدلون عليه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وهم منهيون عن دخول حدود الحرام قاطبة كما ذكر الله جل وعلا في قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وذلك أنه قد دخل مكة ومن ذلك أيضا قوله تعالى هم الذين صدوكم عن المسجد الحرام وهم قد صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحرام ويترتب على هذا القول أن أجر المضاعفة للصلاة بمئة ألف صلاة المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد يشمل جميع حدود الحرام ولئن كان هذا المسجد مسجد الكعبة فيه مزية لكثرة المصلين فيه ولقدمه ولقرب المصلين فيه من الكعبة ولوجود صلاة الجنازة فيه غالبا فإنه يفضل بذلك إلا أن مضاعفة الأجر إلى مئة ألف صلاة تشمل جميع حدود الحرام وهناك من قال بأن ابتداء إسرائي كان من بيت أم هانئ لكنه ذهب به إلى مسجد الكعبة فكان ابتداء الإسرائي إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام وقوله إلى المسجد الأقصى سمي مسجد بيت المقدس بهذا الاسم لأنه بعيد عن المسجدين العظيمين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام وهو المسجد الأقصى من المساجد الفاضلة وهو من مواطن أنبياء الله عليه السلام فكان العجب في أن يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة من مكة المشرفة إلى بيت المقدس من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مع بعد هذه المسافة ومع كون الإمكانات التي عندهم ضعيفة فإنهم إنما كانوا يسافرون على الإبل وهي تأخذ في هذه المسافة قرابة الشهرين حتى يصل الإنسان إلى ذلك الموطن فكان هذا من الآيات العظيمة والبراهين الدالة على قدرة الله جل وعلا وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة بأمر سهل يسير وكان هذا الإسراء في أول الليل وفلما وصل إلى المسجد الأقصى صلى هناك ثم عرج به إلى السماء ففريضت على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة الصلاة وبعض الناس ظن أن الإسراء بالروح فقط وهذا فهم سقيم خاطئ فإن الإسراء بالروح فقط لا يحتاج إلى أن ينوه به ولا يتعرض للتكذيب وعدم القبول فالإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وبجسده أيضا وإلا لما كان آية عظيمة ومنقبة كبيرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء فقابل أنبياء الله عليهم السلام وسلم عليهم وخاطبه الله جل وعلا وفرض عليه الصلوات أول ما فرضت خمسين صلاة فلما مر بموسى عليه السلام ذكر له أن الله قد افترض عليه خمسين صلاة فطلب منه أن يعود فيستأذن ربه في أن يخفف عن أمته وقال بأنه قد عالج بني إسرائيل فوجد فيهم ما وجد فراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك حتى خففت في مرات متعددة فأصبحت خمس صلوات في الفعل لكنها في الأجر بأجر خمسين صلاة وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة ومقام العبودية مقام عظيم ينبغي بالإنسان أن يسعى في تحقيقه لينال الشرف العظيم وليكون من أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ووصف الله جل وعلا بيت المقدس فقال الذي باركنا حوله أي جعلنا البركة في الأراضي المجاورة لهذا البيت بكثرة الأشجار ووجود الأنهار وما يوجد فيها من الخصب الدائم وهذا فضل من الله جل وعلا على تلك المواطن وقد جعل الله جل وعلا هذا البيت المسجد الأقصى قد مضاعف الأجر في الصلاة إلى خمسمائة صلاة فيما عداه من المساجد سوى مسجد الكعبة سوى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن الخصائص التي كانت لهذا المسجد المسجد الأقصى جواز شد الرحل إليه بخلاف غيره من المساجد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا قال لنريه من آياتنا أي إن رب العزة والجلال جعل هذا الإسراء علامة لصدق هذا النبي بحيث يعلم أن الوحي من عند الله جل وعلا ويرى من الآيات والبراهين والآدلة ما يكون سانداً له في ذلك إنه هو السميع البصير فهو سبحانه يسمع الأصوات لا يخفى عليه شيء منها ويرى الأفعال ويرى الذوات وهو كذلك يجيب الدعوات ويكون مع أوليائه المؤمنين كما قال إنني معكما أسمع وأرى ثم قال تعالى وآتينا موسى الكتاب لما ذكر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قرنه بالأنبياء السابقين ليبين لأهل مكة أن نبوة هذا النبي ليست بأمر بدع جديد وإنما سبقه أنبياء قبله كموسى وإبراهيم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بواقعة الإسراء تردد بعض الناس بل إن بعض من كان قد استجاب له وآمن به ترك هذا الدين وارتد وما ذاك إلا لوجود البلاء وهكذا سنة الله في الكون أن يبتلي عباده لينظر من يستمر على إيمانه وإخلاصه مما لا يكون كذلك ولذلك على الإنسان أن يدرب نفسه على تحمل أنواع الأذى فإنه لو سلم من الأذى أحد لسلم منه أنبياء الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان مصدقا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قيل له من ذلك اليوم الصديق وذلك أن بعض أهل مكة ذهب إلى أبي بكر يريد أن يشككه في النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن صاحبك يخبر بأنه أسري به في ليلة واحدة إلى المسجد الأقصى وعاد في ليلته فقال أبو بكر إن كان قد قال ذلك فقد صدق فإني أصدقه بخبر الوحي وبنزوله ومن ذلك اليوم سمي بأصديق رضي الله عنه وقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات موسى عليه السلام وذكر أنه أنزل عليه كتابا ليكون هذا ممهدا لإيمان أهل مكة فإنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الإيمان به على أنه رسول من عند الله فإن قوله ليس ببدع من القول فقد جاء أنبياء قبله ومن ذلك موسى عليه السلام فقد آتاه الله الكتاب الذي هو التوراة وكان الكتاب الذي معه هدى لبني إسرائيل يهتدون به إلى الحق ويسيرون به إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة ثم قال قال ألا تتخذوا من دوني وكيلا أي إن بعثة الأنبياء من أجل أن يعتمد الناس على الله جل وعلا ولا يكون ممن استند في طلب حوائجه إلى أحد سوى الله جل وعلا فأهل الإيمان يتوكلون على الله ويفوضون أمرهم إلى الله ويعلمون أن الله هو الذي يتصرف في الكون وهو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى ولذا قال ألا تتخذوا من دوني وكيلا ثم ذكر الله جل وعلا بنوح عليه السلام وكيف أنه كان وحيدا ولم يؤمن معه إلا القليل وقد كاده أهل زمانه فكانوا يسخرون منه وكانوا يهددونه بالقتل وبالإخراج من ديارهم فكانت العاقبة الحميدة له فأنجاه الله عز وجل حتى لم يبق في الأرض إلا ذريته كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين ولذا قال ذرية من حملنا مع نوح وقوله ذرية هنا على جهة الندى فإن الله تعالى ينادي ذرية نوح عليه السلام ليستجيبوا لدعوة الحق ويذكرهم بأن ذلك العبد نوح كان عبدا شكورا يشكر الله على نعمه مع ما تعرض له من أنواع الأذى عليه السلام ومن الأمور التي تدل على هذا الموطن تذكير الناس بأنهم إن لم يستجيبوا لأنبياء الله فإنه يخشى عليهم من العقوبات الشديدة ومن تلك العقوبات عقوبة الغاراقي كما أغرق مكذب موسى وأغرق مكذب نوح عليهم السلام ومن الأمور التي في هذه الآيات التنبيه بفضل كل من موسى عليه السلام ونوحا فإن الله جل وعلا قد أثنى عليهما فأثنى على نوح بالعب مقام العبودية مما يدلك على أن درجة العبد ومنزلته تعلو وترتفع كلما زادت عبادته لله جل وعلا والعبد يتمكن من أن يجعل حياته كلها عبادة لله عز وجل ليرضى الله عنه ولينال بذلك الأجر والثواب وهكذا أثنى الله جل وعلا على نوح بأنه شكور أن يشكر الله على نعمه والشكر مقام عظيم يتضمن الاعتراف القلبي بفضل الله وبنعمته واعتراف القلب بأن الله هو الذي ساق النعم إلى عباده وأنه لا يوجد نعمة من النعم عند أحد من العباد إلا وهي من الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما بكم من نعمة فمن الله ولذا على الإنسان أن يعترف بقلبه أن جميع النعم التي وصلت إليه هي من عند رب العزة والجلالة ولا ينسب هذه النعم إلى نفسه وهكذا من الشكر أن يتحدث الإنسان بنعم الله وأن ينسبها إلى الله جل وعلا كما قال سبحانه سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث سواء كانت نعماً دنيوية أو نعماً دينية فيحدث الإنسان بنعم الله على وجه الاعتراف بها لله وعلى وجه التذلل لله بها ليكون هذا مما يعينه على أن يشكر الله بها لا أن يكون مسرفاً فيها ولا أن يكون من أهل البطر في نعم الله جل وعلا ولا أن يكون من أهل التكبر والتجبر على العباد وإنما يستشعر أن الله كما أهدى لك هذه النعم قادرٌ على سلبها وأن من أهدى لك هذه النعم قادرٌ على جعلها لغيرك من الخلق ثم قال جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل أي أنه قد تقدم خطابٌ من الله ووعدٌ منه سبحانه وإخبارٌ بأنه قد قدر وقضى إلى بني إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم وقد جعل الله له ذريةً كثيرة وأسباط متعددين فكذرت ذريته عليه السلام وفي هذا إخبارٌ من الله لبني إسرائيل بأنه سيقع منهم إفسادٌ في الأرض وأنه لا بد أن يقع منهم إخلالٌ بدين الله الذي أنزله إليهم وبأنه سيكون عندهم من التكبر على عباد الله وغمط حقوق الناس والاستيلاء على أموال الآخرين قال جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً أي سيكون منهم ذنبان عظيمان أولهما الإفساد والثاني التكبر واستنقاص الآخرين قال فإذا جاء وعد أولهما أي إذا جاء الوقت الذي تفسدون فيه لأول مرة وتكون لكم الولاية التي تعلون بها على الخلق وتتكبرون عليها نقدر عليكم طائفة من الناس يأتونكم فيسلبون منكم نعمة الله التي أنعمها عليكم ولذا قال بعثنا عليكم أي أرسلنا إليكم وسلطنا عليكم تسليطاً كونياً عباداً لنا أي بعض عباد الله أولي بأس شديد أي أصحاب قوة وشجاعة وقدرة وعندهم من العدد والعدة ما يتمكنون به من الانتصار عليكم فينصرهم الله عليكم فبعث الله ذلك وقد وقع من بني إسرائيل هذا الإفساد فأرسل الله جل وعلا عليهم طائفة من الناس فكان منهم أن قتلوهم وسلبوا ما لديهم من المال وسبوا أولادهم وجاسوا خلال الديار فأفسدوا دورهم وأزالوا مملكتهم ودخلوا مسجدهم وأفسدوا قال تعالى وكان وعداً مفعولاً أي أن ما وعد الله به وما ذكر أنه سيحدث في مستقبل الأيام لا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف فإن الله جل وعلا صادق في وعده وقد اختلف أهل التفسير في من هؤلاء الذين بعثوا إلى بني إسرائيل هل هم نبوخ نصر ومن معه أو أهل بابل أو غيرهم من قبائل الأرض إما أهل العراق وإما أهل الجزيرة فالمقصود أن الله جل وعلا سلط هؤلاء القوم على بني إسرائيل لما أفسدوا في الأرض وتكبروا على عباد الله وهكذا سنة الله في الكون أن من أقدم على المعاصي وجاهر بها ولم يتب منها أن الله جل وعلا يسلب عنه نعمة قال تعالى وضرب الله مثلاً قريةً كانت آمنةً مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وسنة الله في الكون أن يمكن العباد مرةً بعد مرة ليقيم عليهم الحجة وليكون ذلك من أسباب فتح الطريق إلى الله وإلى طاعته قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي أن الله عز وجل نصر بني إسرائيل على هؤلاء الذين سلطوا عليهم فتمكنوا منهم فغلبوهم وانتصروا عليهم فأجلوهم من تلك الديار العظيمة ديار بيت المقدس وفي هذا إشارة إلى تحذير تحذير أهل مكة أنكم إذا كان منكم الاستمرار على الشرك وعدم الاستجابة لأنبياء الله والتكبر على الحق وعدم قبوله فإنه يخشى أن يسلط عليكم كما سلط على بني إسرائيل ولا تعجب أنكم ما لديكم من كثرة مال أو كثرة ولد فإن الله جل وعلا قادر عليكم ولذا قال جل وعلا ثم رددنا لكم الكرة عليهم يخاطب الله بني إسرائيل بأنه مكن بني إسرائيل من أن يتغلبوا على أولئك الذين انتصروا على آبائهم فقتلوهم وسبوا أموالهم وأخذوا ما عندهم وجالوا في ديارهم وأفسدوا في الأرض قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال لم يقل بمال وإنما قال بأموال والأموال لا تقتصر على النقود فقط بل كل سلعة لها قيمة فإنها مال ومن هنا فالأطعمة التي يمكن بيعها مال وإلى أدوات التي يمكن بيعها مال والأراضي والعقارات التي يمكن بيعها تعد من المال قال وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ البنون جمع ابن وهو الولد الذكر وذلك أن الله جل وعلا امتن على بني إسرائيل بأن أعطاهم الأرزاق الوفيرة وقواهم وكثر عددهم وجعلهم أكثر نفيرا قال وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرا أي كان لكم قدرة على أن تنفر الجيوش الكثيرة وكان لكم من السمعة ما يكون سببا من أسباب رهبة الأعداء منكم وعدم قدومهم عليكم وذلك لأنكم تركتم ما كان عندكم سابقا من الإفساد والعلو في الأرض ثم عرض الله جل وعلا لهم عاقبتهم وما آل أمرهم فإنه لا يخلو حالهم المستقبلي من أحد أمرين الأول الإحسان فإنهم متى أحسنوا أحسن الله إليهم لأن الجزاء من جنس العمل والإحسان يتضمن أمرين أولهما القيام بشرع الله ودينه وتنفيذ أمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكم وأما النوع الثاني من الإحسان فالإحسان إلى عباد الله بدعوتهم إلى الحق وإرشادهم إلى ما يكون فيه صلاح أحوالهم وبالقيام مع الخلق في منافعهم ومصالحهم الدنيوية ثم قال إنكم متى أحسنتم فأنتم في الحقيقة المستفيدون من ذلك الإحسان فإن النفع عائد إليكم ومن أحسن أحسن الله إليه كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وكما قال تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة والإحسان الذي وعد الله به المحسنين يشمل الدنيا والآخرة ومن الإحسان الذي وعد الله المحسنين به أن يكون معهم مؤيدا ناصرا كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومن الإحسان أن لا يضيع الله أجرهم كما قال إن الله لا يضيع أجر المحسنين ومن الإحسان ومن أجل الإحسان أن يجعل الله العاقبة الحميدة لهم قال وإن أسأتم فلها أي إذا كان منكم عمل يسيء فهو عائد إليكم فأنتم الذين تنتفعون بهذا الإحسان إن حصل منكم إحسان وأنتم الذين تتضررون من الإساءة إن كان منكم إساءة وفي هذا دلالة على أن ما ينزل بالعباد من العقوبات في الدنيا إنما هو عائد لأنفسهم فهو بأسبابهم ولذا قال الله جل وعلا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وقد قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فمن تغير إلى الإحسان أحسن الله إليه ومن تغير إلى الإساءة فلا يلومن إلا نفسه ثم قال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة قال وإن أسأتم فلها أي تسيئون إلى أنفسكم في نزول العقوبات وتسليط الأعداء وحصول الفقر والشدة قال فإذا جاء وعد الآخرة أي إذا حصل الوقت الأخير فإنكم ستفسدون في الأرض مرة أخرى وحينئذ يصلط عليكم أعداء يقومون بمسكم بأنواع العذاب ليسوءوا وجوهكم أي ليلحقوا الإساءة بكم فتكونون ممن حصل لهم المصائب الدنيوية بانتصار أعدائكم عليكم وبأخذ أموالكم وبالاستيلاء على بلدانكم وبسبي نسائكم وذراريكم وقال هنا ليسوء وجوهكم لأن العادة أن الإساءة لا تصل إلى الوجه إلا بعد أن تبلغ غايتها ومنتهاها قال وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة والمراد بالمسجد هنا مسجد بيت المقدس وليتبروا أي ليدمروا ما قمتم ببنيانه وليخربوا ما قمتم بإنشائه ما علوا تتبيرا فيقوم هؤلاء الأعداء بتخريب بيوتكم وتخريب مساجدكم وبإهلاك زروعكم تسليطا من الله جل وعلا لأعدائكم عليكم فهذه الآيات الكريمة اجتملت على أحكام عديدة فمن تلك الأحكام فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته حيث أسر الله جل وعلا به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ووصفه بمقام العبودية وجعل ذلك من الآيات التي يطلع علي هذا النبي الكريم وفي هذه الآيات إثبات إسراء النبي صلى الله عليه وسلم بجسده وبروحه وأما المعراج فقد ذكر في آيات أخرى من مثل آيات سورة النجم وفي هذه الآيات جواز السفر ليلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به في ليلة وذلك إنما يكون لمن أمن على نفسه وفي هذه الآيات فضيلة هذين المسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى وفي هذه الآيات أن زيادة الخير وكثرة النماء نعم من الله جل وعلا ينعم بها على بعض عباده ولذا قال باركنا حوله وفي هذه الآيات فضل بلادي الشام وذكر ما نزل بها من البركة وفي هذه الآيات التذكير بالعلامات العظيمة الدالة على عظم الله جل وعلا ونزاهته وتنزهه من أوصاف المشركين وفي هذه الآيات إثبات إسمي السميع والبصير لله جل وعلا وليس إثباتهما إثباتا مجردا بل إثبات يتضمن صفة السمع والبصر فهو يدرك البسموعات والمرئيات وهو سبحانه يجيب الدعوات وهو سبحانه يحفظ أولياء المؤمنين وفي هذه الآيات فضيلة موسى عليه السلام وما آتاه الله من الكتاب الذي اجتمل على الهداية وفي هذه الآيات أن موسى عليه السلام إنما بعث لبني إسرائيل وفي هذه الآيات وجوب اعتماد القلوب على علام الغيوب بحيث يكون الإنسان متوكلا على الله جل وعلا لا يبتغي من دونه وكيلا فإنه يعلم أن الله هو المتصرف في الكون وهو الواهب للنعم وهو سبحانه الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وفي هذه الآيات فضل نوح عليه السلام وثناء الله جل وعلا عليه ووصفه بأنه عبد قد شكر الله على نعمه وقوله ذرية من حملنا مع نوح خطاب من الله جل وعلا لئ البشرية جمعا مما يدل على أن هذه الشريعة عامة للناس قاطبة وليست خاصة بالعربي أو بقوم دون قوم وفي هذه الآيات فضيلة الشكر وعظم أجر صاحبه ورفعة درجته عند الله سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات بيان أنه لم يبقى على الأرض إلا ذرية نوح عليه السلام فإن قال قائل بأن الله جل وعلا قد بيّن أن نوحا قد حمل معه في السفينة بعض الأشخاص ممن آمن قال ومن آمن وما آمن معه إلا قليل فيقال بأن الله جل وعلا قد علم أن هؤلاء الذين أتوا مع نوح لم يبق لهم ذرية وإنما بقيت ذرية نوح عليه السلام وفي هذه الآيات أن القضاء قد يكون قضاءً شرعيًّا بحيث يكون أمراً من الله جل وعلا وقد يكون قضاءً كونيًّا فيكون من القضاء والقدر الذي لابد من وقوعه وفي هذه الآيات إثبات علم الله جل وعلا بما سيحصل من الوقائع والحوادث في الأزمنة الآتية وفي هذه الآيات التذكير بفضل الله عز وجل على بني إسرائيل بإنزال الكتاب وفي هذه الآيات النهي عن الإفساد في الأرض ومن أعظم الإفساد نشر الشرك والبدع والمعاصي ومن الإفساد نشر الظلم بين العباد قال وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا أي في هذه الآية النهي عن التكبر على عباد الله ولو كان الإنسان من أصحاب الولاية وفيها نهي عن التفاخر فيما آتاه الله للعباد وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد يُسلِّط الكافرين على المؤمنين متى كثر الخبث عند المؤمنين فيُسلَّط أعداء الله على المؤمنين ومن فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أن بقي دينها وسيبقى إلى قيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذ لهم إلى قيام الساعة وفي هذه الآيات التذكير بأن القوة المعنوية لا تتنافى مع التوكل فإن العبد يتخذ الأسباب التي تكون موصلة إلى ما يعود عليه بالنفع وما يدفع عنه الشر والضر ولا يتنافى هذا مع التوكل مع علمه أن هذه الأسباب لن تنجح وحدها وإنما تنجح متى كان معها توفيق من الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن وعد الله واقع لا محالة ولا يمكن أن يتخلف ومن وعد الله ما وعد الله به المؤمنين من نصرهم على أعدائهم متى حققوا إيمانهم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وكما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ومن وعد الله جل وعلا ما وعد به أهل التقوى من القدرة على التفريق بين الحق والباطل ومن استجلاب الخيرات والنعم ومن إدرار الأرزاق عليهم وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه بحيث لا يحتاج إلى أحد سواه وفي هذه الآيات أن الصراع بين أهل الإيمان ومن يقابلهم سيستمر على الأرض وأنه سيكون مجاولات ومصاولات بين أهل الإيمان وغيرهم وفي هذه الآيات أن كثرة مال الإنسان ليست دليلا على نقصان درجته ومنزلته عند الله جل وعلا متى كان يستعمل تلك الأموال في عبودية الله جل وعلا ولذا قال وأمددناكم بأموال وبنين وفي هذه الآيات أن ما يؤتاه الإنسان من المال ومن الأبناء نعمة من الله جل وعلا فكثرة الولد خير ينعم الله به على بعض عباده وفي هذه الآيات إثبات أن الجزاء من جنس العمل فمن أحسن في عبادة الله وأحسن لعباد الله فإن الله تعالى سيحسن إليه وفي هذه الآيات أن من أقدم على الإساءة في عبودية الله أو لعباد الله فإن الله جل وعلا يجازيه بمثل عمله وفي هذه الآيات التحذير من عاقبة المعاصي والتحذير من تسليط الله للأعداء على أهل الحق متى تركوا جانبا من الحق أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يوفقكم للخير وأسأل الله أن يتقبل منكم العبادة في شهر رمضان وأن يهيئكم لأن تقوموا بعبادة الله سبحانه وتعالى رزقكم الله التوكل عليه ولنابت إليه والخوف منه والرجاء له كما أسأله جل وعلا أن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا وأسأل الله جل وعلا أن يصلح أعمالنا جميعا وأن يجعلها على وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أسأله جل وعلا أن يوفقوا لا تأمرنا لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا باهو أتباعه أتباعه ترجمة نانسي قنقر